بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام مستمع إذاعة نداء الإسلام إلى هذه الحلقة الأولى من برنامجكم القيم النافع إن شاء الله في شرح كتاب الحديث من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل فيه بالشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الجليل الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجهة الدائمة للإفتاء الذي نرحل به في مطلع هذه الحلقة فأهلا وسهلا ورحبا بكم معالي الشيخ حياكم الله وبرك فيكم حياكم الله معاني الشيخ نود أحسن الله إليكم أن نستفتح هذا اللقاء بالتعرف على هذا الكتاب من مجموع مؤلفات الشيخ وتقدمون بمقدمة قبل أن نبدأ في اغتلاوة متن هذا الكتاب للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لا يخفى على الجميع في مكانته وعلمه ودعوته وآثره الباقي المتمدد على العالم الإسلامي وذلك نتيجة لعلمه وإخلاصه وبركة عمله فهو رحمه الله أولا تأهل بالعلم الغزير في رحلاته لطلب العلم رحل إلى العراق وأخذ عن علمائها ورحل إلى إلى الأحساء وأخذ عن فقهائها ورحل إلى المدينة والتقى بالعالم المحدث محمد حياة السندي العالم المشهور في علم الحديث فتأهل بذلك بحصيلته العلمية إلى ما قام به من الدعوة المباركة التي لا يخفى أثرها ومكانتها في هذه البلاد وغيرها واعتنى بالتوحيد لأنه الأساس والأصل قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى فالشيخ اقتفى هذا الأثر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله واهتم بدعوة التوحيد لأن الفقه تابع للتوحيد العقيدة أولا ثم الفقه ولهذا جاء كما ذكرنا في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فإنهم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فهذا فيه التدرج في الدعوة والبداء بالعقيدة أولا أما الدعوة إلى غير العقيدة الدعوة اللي يسمونها إسلامية ولا تهتم بالعقيدة وتجعل العقيدة شيئا شيئا تابعا لا متبوعا فهذه دعوة فاشلة الدعوة التي تهمش العقيدة ولا تهتم إليها وإن تسمت بالدعوة الإسلامية فليست دعوة إسلامية ولا تنجح ولا تفيد فهكذا الشيخ رحمه الله اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بحديث معاذ أن يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسة صلوات إلى آخر الحديث لأن الصلوات والزكاة وجميع الأعمال لا تنفع مع عدم تحقيق التوحيد لا بد أن تكون بعد تحقيق التوحيد وتابعة للتوحيد أحسن الله إليكم معاني الشيخ نستأذنكم في البدء في تلاوة متن الشيخ رحمه الله قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الطهارة عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهو يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب ونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء حسنه الترمذي وصححه أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث بدأ به الشيخ بكتابه مجموع الحديث كتاب الطهارة لأن كما ذكرنا بعد العقيدة تأتي الصلاة والصلاة لا تصح إلا بالطهارة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واحديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسعوا بوجوهكم وإيديكم فالطهارة هي مفتاح الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها والأصل في مادة الطهارة الماء الطهور طهور وهو الذي الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسه هذا هو الطهور والنجس ما أصابته نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فهذا نجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه نعم أحسن الله إليكم قيل يا رسول الله أنا توضأ بئر مضاعة وهي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب ونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء الله خلق الماء طهورا والطهور هو الطاهر في نفسه المطاهر اللي غيره هذا هو الطهور وهو باق على طهوريته ما لم يتغير بنجاسة بلونه أو طعمه أو ريحه فإذا تغير بنجاسة فإنه يتحول من كونه طهورا إلى كونه نجسا لا يستعمل نعم حسن الله إليكم وفي رواية لأحمد وآبي داود إنه يستسقي لك من بئر مضاعة وهي بئر يطرح فيها حيض النساء ولحوم الكلاب وعذر الناس نعم هذا مثل الحديث الذي قبله أن الماء سواء كان من الآبار أو من الأنهار أو من السيول والغدران الأصل أنه طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره ولا يضره أن يقع فيه شيء ما دام هذا الشيء لم يغير أحد أصافه الثلاثة فإنه باق على طهوريته ولهذا لما سهل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من لحوم الكلاب وحيض النساء والمراد بها القطن الذي كانت الحائض تتنشه به لتعرف إنقطاع الدم قال هذا لا يضر لا يضر الماء لا يضر الماء ما لم يتغير أحد أصافه الثلاثة نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم ثم يغتسل منه وللترمذي ثم يتوضأ منه نعم كذلك الماء يعني بول الإنسان وعذرة الإنسان تختلف عرفنا أن الماء لا يغيره شيء ولا يسلبه الطهورية إلا ما إلا ما غير أحد أو صافه بنجاسة تحدث فيه ف فلأ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هو الطهور ماءه يعني البحر الحل ميتته الحل ميتته فأجابهم بعلة الحكم وهي الطهورية وكان يكفي أن يقول نعم تطهروا به لكن أراد أن يعمم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم السبب فقال هو الطهور ما دامنه طهور فتوضأوا به واغتسلوا به لأنه مطهر طاهر ومطهر والحمد لله نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه نعم هذه مسألة فالماء عرفنا أنه طهور هو الأصل فيه الطهورية لكن إذا تبول فيه الإنسان أو تغوط فيه فإنه يجتنب وظاهره سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا وهذه خاصية لبول الإنسان والعذرة أنها إذا وقعت في الماء تنجسه وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه هذا قول لبعض العلماء والقول الثاني أن نجاسة الغايط والبول مثل سائر النجاسات إن غيرت أحد أوصاف الماء فإنه يتنجس وإن لم تغير أحد أوصافه فإنه باق على طهوريته والحمد لله نعم وفيه النهي عن تقدير المياه والتبول فيها وأن الأشياء التي ينتفع بها الناس تضل والماء وموارد الماء أنه لا يجوز لأحد أن يقدرها عليهم وأن ينجسها هذا من حماية البيئة ومن احترام مرافق الناس نعم أحسن الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسله أحدكم في الماء الدائم وهو جنب يا أبا هريرة وكيف يفعل قال يتناوله تناولا نعم لا ينغمس في الماء وهو جنب لا ينغمس في الماء وهو جنب هذه واحدة فالماء القليل لا ينغمس فيه الإنسان وهو جنب لأنه أصبح ماء مستعملا في رفع حدث في رفع حدث فلا ينغمس فيه ولكن كما قال أبو هريرة يأخذ منه ويتناول منه يعني يغترف منه ويصب على نفسه خارج الماء ولا ينغمس فيه إنغماسا لأن هذا يؤثر في طهريته ولأن هذا يفسده على غيره نعم ولأحمد وأبي داود لا يبول الناحدكم في الماء الدائم ولا يغتسن فيه من جناب الماء الدائم وهو الراكد وأما الماء الذي يجري فلا يؤثر فيه وقوع البول أو العذرة فيه لأنها تذهب مع جريان الماء ويأتي ماء جديد فأما الماء المنحبس في مكان المجموع في مكان فهذا لا يحمل الخبث إذا كان قليلا لا يحمل الخبث قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث ويؤثر فيه نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا الدرس على أن نستأنف باقي كتاب الطهارة من كتاب الحديث الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله في الحلقة القادمة الشكر في ختام هذه الحلقة لكم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجهة الدائمة للإفتاء على ما تفضلتم به من الشرح والبيان وتجلية معاني هذه الأحاديث فجزاكم الله عنا خيرا وضعف من ثوبتكم إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم